اشتركوا في القناة يوم الخميس انا كنت بمشي للقصيم عشان اسلم علىها لي قبل ما يجي رمضان مرة يعني الاسبوع هذا والاسبوع اللي فات مرة كنت مرة يا بنات مضغوطة احاول اخلص كل اشغالي والتزاماتي قبل ما يجي رمضان صراحة يوم الخميس انا غيبتهم عشان بنمشي للقصيم وكذا ويكونون نايمين زين لعنا بالليل بنسخر وكذا بالاستراحة فاشا ما يصورون نفسياتهم يعني تعرفوني على الواحد صور مصدع وكذا صار ما نام زين فقبنا الصباح نوسون اقاتي ماما مشتهي بانكيك ساعدتها شوي بس هي اللي تسوي يعني اغلب البانكيك يعني طبعا هي اللي تسويه حافظتها ما شاء الله لان هي تحب تعشق البانكيك وتسويه دايما وحب خليها ناهي تسوي لكن يكون تحت اشرافي ومساعدتي طريقة البانكيك مرة سهلة واتوقع ان كلين يعرفها اللي هي بيضة واحدة فنجالين ملعقتين سكر وملعقت سكر وربع البيالة زيت وليله إلا الله ملعقت بكنق بودر وكاس حليب مراعي او نادك او هذي الحليب وكاس دقيق خلاص وتخلطونهم مع بعض والأفضل انها تخلط ارتاح شوي عشان تحصلين على نتيجة أفضل وبعدين نحطها حنا بهذا الآلة أسهل وأنظف خاصة لو كانت وسن هي اللي بتسوي البانكيك فهذه أسهل لها يعني من انها تقعد تحط بملعقة او شي فسوت لها خلاص البانكيك وأفطرت وعينت من الله خير وبراحة عد هي تتروش وتتجهز وأنا بديت تسوي عد كنت بسوي حشوة معاكم حشوة الخضار سويتها بس صراحة لم أمداني ألفها كان ودي ألفها قبل ما أمشي القصيم يعني لحد آخر لحظة قبل ما أطلع مع الباب وأنا أشتغل بس لم أمداني صراحة أني أسويها عشان كده دخلت هالفريزر وريحت قلت خلاص إن شاء الله لما أجي ألفها هذه عد وسونة زي الله هالبانكيك تحط عليها الفراولة والتوت خلاص خلصت بديت بالغدا يعني بنفس الوقت يعني أنا جهز حشوة الخضار قلت خليلي كنت لافى سمبوسة جبن عيالي مرة صاري يعشقون سمبوسة الجبن يقولون كثري منها يعني برمضان كنت أحط أكثر شيء سمبوسة الدجاج لكن منها الحين يوصوني يقولون لي لا نبي تراني سمبوسة جبن أكثر من الدجاج قلت خلاص ما في مشكلة عاد اليوم قلت خلاص خلينا نذوقهم من سمبوسة الدجاج طبعا أنا بالعادة صراحة ما أحمرها بالزيت نحطهم بالفرن أو بالقلاية الهوائية بس كان مزحوم زي ما قلتك أنا كنت قاعدة أسوي الخضار البطاطس أنا أفرشها كذا بصينية وحطها بالفرن والكوسة والجزر حطيتهم بالقلاية الهوائية عشان كذا اضطريت أني أقليها لكن أنا بالعادة برمضان لا كل شيء أنا أحطه بالفرن أو بالقلاية الهوائية خلاص تقريبا تحمرت مشكلة السمبوسة وتقريبا هذه كانت الساعة 12 ظهر خلصت مشكلة الغداء والحين ببدأ أسوي معاكم الخضار حشوة الخضار اللي أنا أستخدمها كل شيء يعني أسويها منها مثلا أحيانا في الطاير أسوي منها السمبوسة وأصابع السبرينجرول أو أي شيء أنا أحط فيه حشوة الخضار أحط نفس الطريقة خلاص هذه المشاء الله غداهم صار جاهز وهذه الخضار قطعناها الجزار والكوسة وأكثر شيء طبعا هو البطاطس هو اللي يعني مرغوب أكثر شيء الحين بحط ورق زبدة وراح أفرش عليه البطاطس طبعا ما استخدمت كل الكمية صراحة صارت الكمية مرة كثيرة والباقي حطيتها بأكياس وحطيتها بالفريزر هذا الحين البطاطس رح حطها بالفرن فتحت الفرن على الشواية وزي ما انتم شايفين كذا فرقة علشان يستوي يتحمر وبعدين رح يدخل الفرن رشيت عليه ممكن تحطون عليه شوية زيت زيتون أو زيت عادي وأنا رشيت عليه بخاخ الزبدة خلاص الحين دخلت الفرن وهذه الجزار والكوسة رح حطهم بالقلاية الهوائية وظهرني ما صورت فقرة البازيلة سلقتها شوي وبعدين نيجي الحين أجهز الكشنة قطعت بصل وراح حطه بالقدر وبعدين كشنة بزيت زيتون هذا زي ما قلت لكم ابناء التصوير كان يوم الخميس وانا رحت الحمد لله بشتركوا حين انا راجعوا وانا بالبيت رحت يومين القصيم سلمت على أهالي الحمد لله ومطيبين وبخير وسلمون عليكم كلكم شفت بعد الحمد لله حريم أخواني وشفت أخواني الله ملك الحمد لله الشكر والحمد لله طبعا أبوي ما يعرفوني زين أبوي ومي الحمد لله موجودين الله يعطيهم طولة العمر على زيادة عمل صالح مبسطنا مرة صراحة سبحان الله شوفت الأهل تعطيك طاقة مرة إيجابية مبسطت مرة مع أخواتي سهرنا مع بعض يوم الخميس ويوم الجمعة بعد أنا رجعت يوم الجمعة بالليل والحين أنا قاعد أصور لكم يوم السبت قاعدها قصديا منتج خلاص كشنت البصل وبعدين رح حط عليه حطيت الكوسة طبعا أنا وأنا قليهم بالقلاية الهوائية أو البطاطس أشوي بالشواية ما يستوون مرة يعني تقريبا ستين إلى سبعين بالمئة درجة الاستواء لأني بقصر عليهم بخليهم يتسبكون مع بعض أضيف عليهم كذا نقطة موية وخليهم هذا البازيلة اللي أنا سلقتها خلاص أبقصر عليهم كل شوي يقلبهم وآخر شي رح أضيف عليهم عاد الورقيات هذا البطاطس خلاص تقريبا زي ما قلت لكم نصف استواء يعني تقريبا حلو عادة بنات سبحان الله المشي بالنهار أنا مشيت للقصيم الساعة ثنتين الظهر رحت مع ولدي فكان مرة الجو مرة يهبل وكانت طبعا تتعرفون بالرياض وأغلب مناطق المملكة جاه عليهم أمطار فصاير كل الطريق ما شاء الله يهبل كله مناق عموية وكله ما شاء الله أرض خضرة صراحة مرة لجواء أتهبل صراحة أتمنى يعني أقول يا ربك معنى الحمد لله يا ربك الحمد حنا بخير ونعمة وجواء عندنا لحسة أنها شوي حارة يعني بالصيف لكن الحمد لله والشكر مكيفات وكذا موجودة لكن الجواء مرة صراحة روعة والطريق كله ما شاء الله أخضر يا بنات كأن الأرض فرشة من الرياض للقصيم خاص لما دخلنا الطريق الزراعي مرة ما شاء الله كانت الأرض مرة خضرة تفتح النفس صراحة حين حطيت عليه البهارات حطيت كمون أحب مرة ضيف التكمون وحطيت بهارات مشكلة وحطيت فلفل أسود شوي كزبرة خلاص وأخلطهم عاد مرة وأقصر عليهم وخليهم شوي لحد ما يتسبقون مع بعض تقريبا يمكن خليتهم ربع ساعة رح تعاد أنا قصرت عليهم رح تعاد أتجهز شنطتي لأن يعني تعرفون يمكن ما كملت يومين يعني ما رح أحتاج أشياء كثيرة بس مجرد غيارين كذا لي والوسن أضفت الملح خلاص تقريبا حين بعد ما تسبقوا مع بعض حين رح أضيف عليهم الورقيات ورح أسكر عليهم خلاص طبعا زي ما قلت لكم أن أمام داني ألف حطيتهم بالثلاجة وحين أنا قاعدة شي اسموا ألف خلاص الخضار واجهزها إذا كنتوا جداد حبايبي على القناة تتنسون على أنكم تشتركوا بقناتي تدعمون القناة تدعمون الفيديو بلايك تقدرون مجهودنا الله يسعدكم لا بد يعني هي القناة كأنها شراكة بيني وبينكم إذا ما دعمتوني ما رح تطلع قناتي ولا رح ت يعني اليوتيوب يرشح المقاطع اللي تكون يجع عليها تعليقات يجع عليها ليكات عشان كذا دايما نقول لكم حطوا لايك حطوا لايك عشان ترتفع الفيديوات وإذا ارتفع الفيديو جع عليه مشاهدات جع عليه اشتراكات للقناة فأكيد عدنتم أنتم قصرين الله يدزاكم خير خلاص بنات الحين صارت مشاء الله حشوة الخضار جاهزة عادوا كلين حسب بيته وحسب رغبته أنتم مش تفضلون أنا يعني عيالي نفضل دايما البازيلا ويفضلون أكثر شي البطاطس خلاص الحين هذه مشاء الله الحشوة صارت جاهزة مرة ريحتها مشاء الله عبت البيت خاصة مع الشبات والكزبرة وكذا نجي عادي الفقرة المدرسة والاستعدادات للمدرسة قلت خليني أجلد كتب وسن كتب أخوها اللي من المتوسطة أنس عاد أنا كنت مرة رايحة على بالي أن كأن بداية العام الدراسي يعني جبت تجليدات كثيرة لكن صارت لا قلت وسن لا يا ماما بعض الكتب الكل الترم يعني خلاص من جلدات وجاهزات يعني من الترم الأول فما راح نجلد مثلا الوسن إلا ثلاثة كتب بس اللي هي لغتي والعلوم والرياضيات هم اللي أعطوهم كتب جديدة فقلت زين الحمد لله يعني أسهل بعد علينا طبعا حسن التجليد على طاولة أو شيء أريح لأنها ما يصير لازم يكون الأرض يعني تكوني على سطح مستوي علشان ما تتعفض التجليد عجلدنا ونسينا نكتب عليه الاسم الظهر لازم نجيب على الطبعات أو شيء عشان تكتب عليه الاسم ليضيع الكتاب يلا الحمد لله والشكر سبحان الله أي مجهود تقومين فيه حتى له بسيط يحسس كنك يعني بذلتي مجهود واليوم عد عندي مرة غسيل سبحان الله الأم لغابة تلوي يوم عن البيت ترجعين تلقين لكل أشغال اليوم عد السبت تعرفون استعداد البكرة للدراسة يعني بعد يبيلي أشتري مقاضي البيت حقات الأسبوع ويبيلي أغسل الغسيل وجهز ملابس المدرسة فالحمد لله على الصحة والعافية وإن شاء الله بإذن الله بعد ما أخلص لافال سنبوسة الخضار وأنا أغسل يعني بنفس الوقت يعني الحمد لله وأنا بالمطبخ أشتغل وكذا أغسل الغسيل وبعدين رح ألف السنبوسة وبعدين ليلة لله أقوم بعد بالأشغال الباقية خلاص هذا ما شاء الله الكتاب صار جاهز مضبوط ولا صار فيه تعفوطات ولا شيء لأن وسن فوق راسي دقيقة مرة بس يا بنات كذا نكون وصلت معاكم للفيديو حق اليوم أحبكم كلكم الله يسعدكم وشكرا لكم كلكم وشوفكم في فيديو قادم ومع السلام